والتكوين المهني تطلق بالتعاون مع البنك الدولي مشروعا موسعا للتكوين والتشغيل في ذمان ولاية من الوطن انطلاقة المشروع على مستوى ولاية قدماغا جاءت تحت إشراف السلطات الإدارية بالولاية كما تعلمون فإن موضوع التشغيل وخاصة تشغيل الشباب والنساء من الأولويات التي التزم بها فخامت رئيس الجمهورية السيد محمد والشيخ القزواني وينعكس ذلك في وذائق البرجعية للسياسات الوطنية مثل الاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك 2016-2030 والاستراتيجية الوطنية للتشغيل للفترة 2018-2030 التي تعطي لحكومة سيد محمد بلال مسعود توجيها واضحا وتحدد الإجراءات ذات الأولوية التي يجب اتخاذها للحد من البطالة في هذا الإطار تم إنشاء مشروع دعم قابلية تشغيل الشباب بتمويل من الدولة الموريتانية والبنك الدولي بغلاف مالي يصل إلى 42 مليون دولار بهدف تعزيز قابلية تشغيل الشباب في ثماني ولايات وهي ولايات نواكشوط الثلاثة والحوض الشرقي والحوض الغربي والعصابة والتراجة وقدماغة ويندرج هذا المشروع في إطار السياسات الدولة الهاتفة للنهوض بالشباب وتوفير فرص العمل لصالح الفئات الهشة من الشباب والفتيات وينفذ المشروع بالشراكة بين وكالة تشغيل الشباب والمندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء التأذر والمعهد الوطني لترقية التكوين التقني والمهني